لا تجن ولا تحتاد ياخي ما بتحرز هالقد في اشياب هدني اصعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد منحي كل مشاهدين ويبسايت الفان وكل قراء ويبسايت الفان ومنقدم لكم حلقة جديدة مع جميلة الجميلات الانساني اللي هي جميلة داخليا وخارجيا ومهزبة مهزبة 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 وقدمت العديد العديد من البرامج الناشحين رابعزيات الاعليمية الكبيرة تسلمي يا حلا تسلمي بوجودك ما في حدا كبير مع انو قرأت قضي عمري اي شو المشكلة مرسي لكم فليما بشو المشكلة كيف قرأت ما بيتخبى ما بيتخبى يعني هلأ ازمنا من حساباتنا عملك 48 تسعر ازمي لكم 48 بيقير ومبيني بالعشرين الله يخلي لنا اول شي رب العالمين هو بيعطيك الباز حكمة التجميل وحكمة التجميل حكمة التجميل للأشياء يعني انا بحكي كل شي ما عندي مشكل يعني بقول عملت عملية بقول بس انو ما بعدني مثلا معنا رتوشات وفيلر وبوتوكس وفيلرز والتقنيات بتعمل تايتنينج للبشرة بتاعتيني بجمال السيدات بالسطر عنديك اي كنت هلأ صار لفترة تاركي هيدا المجال انو خلاص بدي تفرغ اكتر كنت للولاد و للإعلام بتعرفين احنا وقاعدين هون ببريستيج ميزيك بصالة وديع الصافي بوقت بشوف هيك وديع الصافي انو عاييم وما كانوا يهتموا لا بالشكل ولا بالعمر يعني نشكر الله على صوت وديع الصافي ظل يغني لحديد ما مات وقت اجا لهون بكي بهالصالة وقال انا بتمنى من الجيل الجديد يتعلم موسيقى وكلهم تأثروا فيه بليقي انو قديش الاشيات تغيريت يعني قديش صرنا منتكل على الشكل اكتر ما منتكل على المضمون طبعا بكل شي هلا يعني لك انا بقول للأسف نحنا عم نعيش عصر الانحطاط باقصى تجلياته بالسياسة انحطاط بالفن انحطاط بالاعلام انحطاط بالاقتصاد بكل شي يعني مين البارزين هن الناس اللي عم بقدموا الاسفاف للأسف عفيك يعني وبوطونا لمستويهن يعني يعني انا كنت اقلهم انو انا بالزمنات كنت مارس منافسة مع جورج براهيم الخوري مريم شقير ابو جودة نضال الاحمرية طب ليك هلا اسمه هلأ صرت الولاد الصغار بنتنافس انا وياهم معنى شي في منهم مبداعين بس في منهم متل ما انت قلت يعني ليك مش غلط مش غلط انو كل زمن له جيله مفاهيمه يعني كل العصر لازم نكون منشبهه عم نتكيف معه بس في كتير من القيم اللي هي اتدنت وختفت بعد فيه قيم بعد فيه عيلة متل ما ما بقى فيه عيلة ما بقى فيه فن متل ما كان الشكل اوكي احنا بعصر الصورة حلو الفنان يهتم بمظهره حلو الفناني تضل حلوة بس مش هيدا الاساس صوتك اخلاقك حضورك ذكائك في التعاطي مع الملحن هنالو هنشعر حطي نسبة نجاح من ورا جمالك على قرامشك بس بور لاول خطوة يعني بعدين لا اذا كنت سئيلي بدو يعني ملايك الجميلات فيه حدا هلا ما حلو هلا انت مش سئيلي وانت كتير مهزبة وانت كتير لطيفة يعني اذا سئيلي حيشيلوا عنها لهايضا اذا سخيفة يطفد تليفزيون او يبرمو عند حدا تاني بتعتبر كمان انه بديك تبرهني انه منك سخيفة على السوشال ميديا متى رهام السعيد وقت هجمتيا انه هي انتقذت البدينات نصحين ايه لكن مش ماني مضطرة برهن انا على السوشال ميديا بتعرفي فيه كذا بلاتفورم واكتر شي ناشطة على تويتر وعلى انستجرام على انستجرام نزل صوري بوزات وفصتين ايه هلا بنقول له مرسيلا في رأس رمضان طلعنا حلوين هلا بالبوزات والاشي وميك ابي وهي دي القصص لانه فيه كتير اتكال على الصورة بالانستجرام بينما على تويتر هو اكتر فكري مواقف سياسية اجتماعية انسانية اللي بدك يا هون الجانب الفكري من شخصيتي بحب يعني اظهره لانه نحن بننظلم احيانا ليك هلا سألتيني عن الشكل اذا كنت بتعتبريني جميلة اول مشاهد بيعتبرني الشكل الحلو بيظلم صاحبه او صاحبته لانه مضطرة دايما تثبت للاخر تجاوز صورتي اكتر من المشحلو ايه تجاوز صورتي وفوت على عقلي فوت على قلبي اسمعني مش بس تطلع فيي وتنظلم لو ما حلو ما عطوها لو ما حلو ما عطوها دور تمثيل اذا كانت بمثلة لو ما حلو ما عطوها برنامج هلو عني كيك اشياء؟ اكيد اكيد يعني لو ما سمعتون بس اكيد بينقال يعني انا عايشي بهيدا المجتمع فانتي هون اذا عندك شي فكري وانا يعني شريكة بالحياة هو زاهي وهبة عايشي معه وصار لي سنوات اذا كل يوم اخدت منه شغلي صار عندي مخزون فكري معين ليكي بالإذن من زاهي انا ما بشوف بعيوني بس بشوف بعيون جوزي وجوزي بيلاقيك جميلة الجميلة تسلامي حبيب الارض مروان مروان ما فينا نزعله تسلامي فبالرجعة لموضوع التويتر ووقتها عن مريهام انت عايشي عن البدينات انا بدي قبل بدينة كل انسان حر انا حر اكون بدينة حر اكون لو ما الشكل قلو قلو حضوره قلو هيبته كانوا ما كانوا بياخدوا مثلا موزيعة ناصحة يعني بالشرق دايما الموزيعة بدا تكون حلوة وجزيبة ومصيرة اكتر ما انو تكون بتفكر مثل ما انت قلت ومانا سخيفة وكل هاو دي بالغالب اوبرا وين فريبر هانيت انه هي ناصحة فيها تنجح لاري كين هو كبير بالعمر فيه ينجح بس بالشرق دايما انا بكل اعداد برامجي كانوا دايما يفرضوا انو بدا تكون كتير حلوة وكتير سكسية للأسف هيدا يعني انت بشتغلت اعداد مع كزم حتى عربية ولبنانية وبتعرفي شو دايما المواصفات للعبور هيدا هيدا مشكلة ومش بس عندك العمر وعندك الشكل والنصاحة او الضعف هيدا شي مفروض نطلع منه مفروض نخلص منه يعني اليوم مثلا اديه حلو تجي محطة لبنانية طلع موزيعة وزنة ما بعرف 80-90 كيلو بس مخضومة عنده شي تقوله شو غلط يعني هيدا شي كتير حلو اذا بيصير بمصر في هيك بمصر بتذكر عماد الدين قديب كان وزنه يعني وكان يقدمه كان من اشهر الاعلاميين العرب لانه كتير مسقف لانه كتير مسقف بس تقبلوا اخذت كتير وقت ايه ممكن تتقبلوا تتقبلوا فنحن للأسف بالعالم العربي شعوب يعني كتير بتتكل على الشكليات وعلى السطحة اصحك تنصح يا رابع ليه وقت اللي بد اذا يعني اذا جسمي رفض او صار عندي شي مشكلة بجسمي لخبطة بالميتابوليزم او عندي غدد انت بتعرف انو مشاكل السمنة هي مش دايما بس من الاكل فهي دول ناس بدهم مساعدة بدهم ندعم بدهم لصحة ان احنا اذا من قلهم نضعفوا بس كل انسان اخر شي حر حر يلبس متل ما بده حر يكون كيف ما بده وبدنا نقبله متل ما هو تحت الميلة الاخر المفروض بدها القد بدها القد مبدها القد رابع الزيات بكيتي على شكر المرتجر مش حرام عليكي بكيتها بقصة حلم واعتذرت من فترة يعني سألوني شو ليه بكيتها ما زالت بتاعتذري لقلك شو لازم بكيته مبسطي لقلك شو انا ما كنت مقدرة يعني كنا عم نسجل الحلقة و انا معي حالة انسانية بقصة حلم طفلة صغيرة ما عندها اهل فحضنتها او طفل حضنتها شكران بهيد اللحظة قلت له انت حضنتيه او حضنتيه لانه ما عشت الامومة لانه انا برفس اللحظة حدا قل لي انه هي ما عاشت الامومة يعني ما عندها ولاد او فهون بكيت شكران اه واخذت حالي انه هاي ده سكوب ونزل واخدوه كتير تم تداوله على السوشيال ميديا وفي كتير ناس يعني لامتني انه ما انت عارفة بدك تعملي سكوب وكنت مقاصة تعملي سكوب ليه هلا عم تعتذري ومع انحاء يعني خلينا شو نحنا بشر بس انت تلعت معك دغري ما كنت محضرتينه ما كانت محضرتينه وما كانت يعني بشكل مقصود بس لما يعني صحت لي عملتها وهيدي غلطة نغلطها لانه ايه بس كلهم بيعملوا سكوبات وما بيعطرشوا غلطة ايه انا ضد السكوب اللي هالقد يعني بيجرح انسانيا فيني اعمل سكوبات رأيك بفنانة رأيك بهالانسان بس شي هالقد خاص هالقد حميم هالقد يمكن هو جرح عند اي انسان سواء عن شكران او غيره بايا موضوع انا بفضل ابعد عنه بدا هالقد بدا رابع ازايات محمد رمضان تصور مع الطيار وخرب له بيته يعني شلو للطيار من مهماته لانه ممنوع حدا يقعد محل الطيار جويض هو قاعدتا يتصور ووعده انه ما يمرقع على السوشيال ميديا مرقع على السوشيال ميديا هي ما وقفت هون بعدين وقت شحطوه للطيار صاريت مصهر انه شحطوه بده يدفع له تعويض وهيك كيف تلاقي هالتصرف لانه فدات هو يمكن قبل انه يخليه يتصور بس كيف تلاقي انه واحد عم بيستفيد من نجوميته انا بلاقي تصرف غير مسؤول ولا انساني انت نجم اوكي انت محبوب اوكي بس لا اقذي حدا تاني انا يعني بيستخدم نجوميته للاخر وبيستغله مع حالي يعني امور ممكن تأذيني الي او بس اقذي انسان تركه شغله لا هذا تصرف لا اخلاقي هلا محمد رمضان كمان تهموا لعمره دياب انه هو ورا توقف اغاني المهرجينات يعني توقف اغاني كمان مع انه ما في شي بدلة هالشي يعني اه ما بعرف ما كتير يعني تابعت مؤخرا موقف هاني شاكر بهيدا الموضوع ما بعرف يعني خلفيات مين التهم مين بس الحقيقة بتبين يعني بتنجلي بعد فترة ببين مين تنشوفه لا ننطر فاتحه اه واكبر دليل انه عمره دياب يعني بعد كل هالعمر بيعمل حفلة بتروح طيارات يعني لا يشوفوا عمره دياب طب عمره دياب نجم كتير كبير حافظ على نجومية كتير كبيرة مش فقاعة يعني مش اه ما فينا ما بعرف يعني انا بالنسبة له ايلي عمره دياب فنان حقيقي مظبوط مظبوط اصلا هلأ عامل الالبوم جديد كمانة متل ما نقول بالعامية مكسر الارض ايه صحيح بده هالقات بده ربي عزيات انت مين بتحبي اكتر ممثلة لبنانية بين سيرين عبدالنور دليدة خليل ونادي الناسيب نجام انت سميتي لهوتلاتي يعني او فيني سمي فيك تسمي غيرها لا انا في ممثلات مثل ورد الخال مثل رول احمادي مثل كارمن لبوس ممثلات رائعات مثل برنادات حدايب يعني في عنا ممثلات رائعات يعني جوليا اصار بالجيل اذا بدنا نقول الجيل اللي بحب بحب تمثيل ندين ناسيب نجام وبحب دليدة يعني كمان عم تعطي اليوم عم نشوفها لدليدة عم تتطور عم تعطي كتير حلو كتير بحب تمثيلها وندين بفترة يعني عملت ادواري كتير حلو ندين الراسة اذا هم تسأليني بما انه كده عم نحكي عن الشكل هل بتلقي استفاني صديبة شكل او تمثيل اول ما طلعت استفاني كان شوفها شكل وكان عندي هيدا يعني مش الموقف الموقف اذا بدك كل سلبي كلنا نحنا عنا دايما الاحكام المسبقة تجاه الاخر لانه حلوة عطوها دور يعني كلنا هيك للأسف ما هلأ اللي عم بيسيب انه دايما الحلوين بيعطوهم دور اكتر من الممثلين بس بدقيقة صمت استفاني اعطت كتير حلو وانا بتذكر استضفتها بعد ما يعني استضفتها بالجديد كنا عامنين حلقة عن الدراما اعطت كتير حلو كانت واقفة بطريقة كتير حلوة قدام عابد فهد وفي مشاهد اتقنتهم فاشتغلت عحالة ستيفاني وضافت للجمال اللي كان هو عبور اكيد لألا بس بور عبور عم تشتغل عحالة وبرافو على كل حدا بشتغل على حاله دقيقة صمت مسلسل دقيقة صمت علم فيك كتير جدا انا من احلى المسلسلات لان عرضت رمضان الماضي على التليفزيونات برأيه وكان فيه مسلسل تاني اسمه مسافة امان سلافة معمار بس غيروا الوقت وما عدنا الاطمار ايه بس حلو كتير وانا معجبة جدا بتمثيل سلافة معمار دقيقة صمت رائع يعني بالنسبة لقلي شوق الماجري الله يرحمه كيف هيك راح كان اخر اعماله كان اخر اعماله وعرفة التفاصيل وقد كان يعيد استفاني المشاهد وكل يعني كتير دقيق شوق وكتير بيتقنى من احلى الاعمال كان شارته غنيها معين شراف التمثيل العابد فهد رائع المواضيع الموضوع يعني كله كان مهم جدا تبقى بين الممثلين كتايم حسن قصايا الخولي وباس الخياط مين بتحب اكتر شي كتمثيل نعم باس الخياط كشكل كشكل تايم حسن وسيم جدا يعني بس ترجع اذا بترجع الى السوريين انا بنسبة لقلي عابد فهد من الرائعين انا عابد فهد لانه من الجيل التاني ما جمالته معهم ايه حسوا اكبر شوي بالجيل رائع تمثيله بجنن عابد فهد مارفي منه محترف عرضوا عليك التمثيل بسوريا اذا بدكت مسلح حتى حدا منهم حتى مين تختارت مسلح عابد لانه بعتبر حالي اذا مسلتها بوجه عابد فهد هيكون مدرسة بالنسبة للي يعني بيكون هيدا اصعب شي عملتي بترجع بعدين اوكي انه بتكون اشتغلتي منيحة حالك وعملتي كتير مجهود لتوقفي بوجهة شخصية وبتخيل انه بعلم يعني هو مدرسة فاكيد عابد اذا صار عرض عليك نعرض علي بسوريا ونعرض علي بلبنان ودايما في منتجين لبنانيين انه نحنا وراكي وراكي لاتمثلي هلأ يعني اخذني الاعلام وولادي بعد عندي ولادي صغار عندي تراتوبية بالحياة هلأ عندي امومتي زواجة ولادي والشغل فالتمثيل كتير صعب كتير صعب بعضهم بعمر بدي يكون معون يعني هلأ بخلص بروح بدرس بخلص معك بروح بدرس بدهم بدهم حضوري كنز ودالي الكبار يعني سيفروا هلأ بس فحس انه بعد مني جاهزة لخطوة التمثيل انا عادة ما بسأل اسئلة شخصية بس هيك حشرية مني الكبار عايشين معي كما مع بيون من زواجك الاول اي الكبار عاشوا معي فترة بسبب الحرب او بعد اختيال الرئيس شاهد رفي الحريرة سافروا رجعوا اجوا عاشوا معي هلأ سافروا مش لعند بيون سافروا لانه هالبلد للأسف ما حضنة احلام هالشباب وفيه عندنا هجرة الشباب ونزلت بسبعة عشرين كرمال ولادة انا كرمال نبني وطن يستوعب احلام هالشباب يحتضن هالشباب مواهب هكينا نحكي بصراحة رابعة اي الناس بتخميك انه لان انت بتقولي انا مع المقاومة وهيك بتخميك انه كتير متحيزة لحزب الله فكيف ممكن تكوني متحيزة لحزب الله وانت نزلتي على الثورة يلي ما كان دعمه حزب الله بكل وضوح وبدون اي هكي كفوف انا مع المقاومة ضد الفساد بتزبط اكيد بتزبط لانه لما تكوني انت مع المقاومة المقاومة هي انا انتبهي فيه فرق يعني ما بدي فوت حزب انا مع المقاومة ضد عدو هجرنا ونكل فينا واختصب ارضنا لسنوات طويلة وسرق لطفولتي وطفولة كتير ناس اجت المقاومة حررت لبنان كله من رجس الاحتلال الصهيوني فانا طبيعي يكون مع المقاومة اللي رجعتني عبيتي بس ما زعلوا مني انك نزلت بـ 17-20 ورجعت عيش بأمان لا ما ما زعلوا مني نزلت انا لانه ليش هنه اهل المقاومة منه نجوعانين اليوم ليش المناصرين وجمهور المقاومة شو فيه ناس بسمنة وناس بزيت مشكلنا المصارف متحكم فينا مشكلنا موجوعين مشكلنا عم نعاني من الغلاء وياريتش حدا من السياسية طلع وقالنا شو عم بيصير يعني يعني فيه سلطة غائبة تماما عن اوجاعنا هلأ عم ينحكى مع الحكومة الجديدة مبارح كتبت انه عم نعطي فرصة بس انه الغلاء تشلمت طويت بالضبط مهي هي قاموا هجموا علي على التويتر انه كل شي عم بزيت طب بدي انا بقول خطوة مشوار الالف ميل مبارشوا بخطوة ما بدي بدي قيلوا مدير عام واحد حاسبوا سكروا صيدلية وحدة عم بتغلى اسعار الكمامات بسبب الكورونا سكروا سوبر ماركت وحدة خدوا قرار من وزارة الاقتصاد بس خليني بس كمل انه وزارة الاقتصاد هالغلل فاحش وهالجشع اللي عم بمارسوه التجار خدوا بس مرة واحدة قرار وقفوا او سكروا سوبر ماركت محل صغير يا خييي تبا نظلم الحكومة الجديدة خليوني يبلشوا يعني نعطيه لانه هالشهر نرجع نحكي شهر الجي بس تخيل اذا بيعملوا اجراء واحد هلا شوف الناس كلها كيف تخاف شوف التجار كلهم كيف بيتضبضبوا يعني طبقوا القوانين ما بدنا شي تانين بالنسبة للكورونا اي لا وباء عالم ان شاء الله يا رب ما ما ينتشر يا رب عاك الحال تقيبا عكلمك حتى لو راح ارجع شوية لورا ان شاء الله يقدروا يسكروا ما يكون هيدا عنده واسطة مع هذا الزعيم وهذا مع هذا الزعيم وهذا ويجيوا انتهديدات اذا بدون يسكروا ان شاء الله المواطن بس بدوا خطوة وحدة جادية من السلطة هيدا الخطوة ما عم نشوفها ونزلت وبرجع بقول مع المقاومة ضد الفساد واذا اي شي بصير بعد اكتر يعني يأزينا كشعب برجع بنزل بننزل سوى كلنا كلنا لازم ننزل اي صح بدها القد بدها القد رابعة قبل ما نوضعيك انا بدي اسألك كنت قلتيلي انه مستوى الاعلام الدنة ليش بتلاقي انه هلقد الدنة مستوى الاعلام وهل بتلاقي الاعلام التليفزيوني بالتحديد الدنة يعني صاروا بيطلعوا مين مكان يقدم برامج تليفزيونية بس لانه بجيبوا ريتنج لانه بجيبوا ريتنج ومين بيتحكم بالريتنج هن بتعرفي الشركات يعني المال المال هو اللي بي يعني مش صحيح ريتنج مال المعلنين لا بلا صحيح بس فيه احيانا شوية لعب يعني بس مال المعلن هو اللي عم بيتحكم بنوعية البرامج الريتنج يعني ما بعرف تعرفي دايما كتسأل حالي هل هي كذبة او هل هي صحيحة ما بعرف انت شو رأيك انا الريتنج منو مقياس بالنسبة للي انا بتعرفي شو بالنسبة للي المقياس يعني لما رحت لما انزلت على الطريق مثلا لما عملت لنا مع رابعة كان بحلب في اذا ما بدي بالغ عشر تلاف مواطن عم بيهدفولي انا هيدا بالنسبة للي الريتنج هيدول العشر تلاف عم بيقلولي نحنا ممننسى مواقفك معنا طب انو او بس لما انزل روح عسوبر ماركت بعد كلها السنين انو بيقلي ست رابعة منحبك اهيدا الريتنج ما بعرف انا هيك بنسبة للي طب انو بيطلع واحد بيعمل برنامج عن الفضايح الجنسية والسهرات الخاصة وبيجيب ريتنج اي بس انو هيدا اعلام لا منو اعلام بس قد ما عنا مشاكل وقد ما نحنا شعوب لا تقرأ نحنا ما منقرة بالعالم العربي يعني عم نفوش على السطحيات وعننا مشاكل منجرب نروح على الفضايح لننسى مشكلتنا يعني انا عندي مشكل ببيتي مع اهلي مثلا او مع زوجي بيجي بيخبروني خبرية عن هلا المر اه والله بتسلى بخبرية هلا لانسى مصيبت اللي عندي اياها بالبيت وهيك بتصير وهيدول الناس اللي هن هيدول مثل التفايليات يعني هيدول الناس اللي هن بيحكوا بيسبوا وبينكلوا بيطلعوا فضايح اي بيجيبوا ريتنج لانه العالم بتحب تتسلى بمشاكل غيرها لا تنسى مشاكلها بس رح تضلك انت ضد اعصار الريتنج وتعمل الاشياء الحلوة اذا فتح لي مجال اذا فصح لي مجال وبعتقد انه هيدا اللي عم بيصير معي كلمال هيك انا مش دايما متواجدة على الشاشة ومش همى يكون متواجدة دايما همى انه اترك اثر انه يقولوا هالاعلامية قدمت شي مني بس تركت اثر انت اثر طيب اذا كان الاثر طيب هيدا اللي بينفع مع السنين واكبر دليل انه في كتير اعلاميين واعلاميات زملاء لحق الريتنج لحق السكوبات لحق التراش اذا بدك او الصحاف السفراء عليو 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 فجأة هبطوا ومعادوا انطلبوا من غير المحطات انا هلا عم نحضر شي لالنا دايما في استمرارية بالشغل مع هالمحطة الكريمة المحترمة جدا وان شاء الله خير وبنطر دايما فرصة محلية وبحلم كمان كيف مشروع للالبي سي شو عاد صار للالبي سي ما صار يعني ما صار للام تي في ما بيعرض عليك اه لا بكرة قد تصير بالالبي سي بيعرضو الام تي في ما بعرف اذا ان شاء الله صرت يعني اذا صد بالام تي في بيعرضو الالبي سي عليك ما بعرف لك هلا انا من الناس اللي كتير بتشتغل انت بتعرفي انا بشتغل على حالي وبسعق وبتعب وبجتهد وبقدم وبجرب واسعى يا عبد لأسعى معك هيك بيقول رب العالمين أنا بسعى بس ما بنذل حدا وما بتنازل عن مسلمات بقدم فكرة قانعتني حبتها المحطة ما بقدم تنازلات فحبتها المحطة الفكرة أنا كلني يعني بكل شغافي بقدمها لا بقعد بالبيت بنتظر الفرصة المناسبة وهيك قبل ما فينا ما نجيب سيرة في ميل كان معنا جوزف طوق مقابلة وقال إنه هي الفكرة فكرة رانا أسطيح وهني سرقينا وهو لأنه فكرة مرته هل قد انتقذ البرنامج طيب كيف كمل البرنامج ما زال الفكرة مسروقة يعني الناس ما عارفوا شو صار إنه نرفع دعاوة أنت كنت مقدمتيه اسمه ستة وستات لا أنا نحنا الفكرة اللي تصورت البايلوت اللي تقدمت لأل بي سي أنا قدمت رشيخ بيار الظاهرة عادنا أنا ولي حضرناها هي ستة الستات ستة الستات فيها زيت الفقرات لأنه كارلة بتقول ما فيها زيت الفقرات لأقلك شو صار فيها زيت الفقرات اللي أنا شفتهم بالبرومو هنا نزلوا برومو أول شيء إعلان للبرنامج وحدا من الفرقة الموسيقية يعني كنت أنا الهوست كوهوست معي امرأة وفي أربع أو خمس بنات فرقة موسيقية حدا من صبايا الفرقة الموسيقية قالت لي أنه رابعة أنا وعم صور أول حلقة كنت حاسي أنه عم صور نفس البرنامج نزلوا البرومو أما وقتها نضال بكاسينة عمل مثل مونتاج فرج أوجه التشابه أو التطابك إذا بدك صار في مشاكل أنا ما أنا مني فيها لأنه أنا البروداكت يعني أنا بس طلعت الفكرة زيتا ياما لا هذا اللي بدنا نحو حسب البرومو طلعت زيتا شو صار لا لا وصلت لك بالحديث ما اللي صار أنه صار هذه الدعاوة غيروا حسب معرفنا غيروا بالقنتنت غيروا شوي الفقرات عدلوهن غيروا اسم البرنامج طلعوا بغرب يعني طلعوا بشوي برنامج مختلف بس طلع على الهوى كمان كلام حق يقال عشان أنا ما كون عم بظلم حدا ما شفت فيه تشابه الفكرة أنه أوكي فيه نسوان وفيه كارلا البرنامج اللي أنا كنت فيه نسوان وفيه كارلا لكون كتير يعني صادقة شفت حلقة أو حلقتين مهضومة لذيذة بتلاقيها حلوة اي جميلة لأنه فيه مرة انت عمري ريتويت لها واحدة قلت لها ما تحسب حيلك مالكة جميل مين انت عمري ريتويت مستمع حدا من الجمهور قال لها كارلا ما تفتكر حالك مالكة جميلة وقت القصة يمكن وقت القصة لأنه صار فيه أخذ وعطة مع أنه أنا ما كنت يعني المشكل صار بين هشام حدد ونيضال والأل بي سي أكشن يعني أكشن صار كتير كبير طلعوا يعني هشام طلع مع ريمان جيم ونيضال طلع مع منا وجور يعني ردوا على بعضهم وعلى السوشيال ميديا أنا كنت بره بس لقى بلاقيها حلوة و بلاقيها ذكية و بلاقيها مهضومة وأنت حلوة و زكية و مهضومة يا رابعة ونحن منتمنى لك دوام المشكل و بقلك ما بدها القد لا كارلا ولا غير كارلا لا ما بدها القد كل واحد بياخد شو بقوله بياخد نصيبه ما بدها القد ما بدها القد رابعة أنا بدأت شكرك اتشكر وجودك معنا للحقيقة جزيب الحديث معيك ومشوي ومرت الجاي ممكن نحكي سقافة أكتر شعر أكتر بالخدمة ما زالك عم تخدم من زهن حم ناخد منيك زاهي مهبيا اللي هو زوجك للقراء اللي ما بيعرفوا اللي هو شعر كبير ومقدم برامج مهم وشا قولي الكنز ودالي بيطلعوا كمان هيك مثقفين يما ما بهمهم إن شاء الله بدالي آخر همه عايش بعالمه قد يصر عمره دالي صار عمره 12 سنة أمار بكير وكان بس 10 سنة الله يعطيهم أيام حلوة وإن شاء الله يا رب هيدا البلد يحتضن هالأطفال ونقدر نعمل شيء لأولئنا عن جد وشكراً كتير هلا يعني أنت مش أنا لأجوبة حلوة السؤال الحلو بيطلع جواب حلو إذا كان الجواب حلو أنا بدي أتمنى لك دوم النجاح وإن شاء الله بنجعل نشتغل سوا بس أكتر شيء بدي أتمنى إنه زاهي يكتب لك أصيدة جديدة خلاص لعيونك الحلوية رسالي رسالي لزاهي بتذكريني هون بيغني للأخوين رحبيني بتقول فيها هدى كتبني يا حبيبي أصيدي أصيدة حزينة بكتاب وخبيني ولا ترميني ولا تكتبني عنوان بجريدة وترميني بشوارع المدينة شو حلو فوقت حدا يكتبك أصيدة قديش بتصير حلوة وقديش كمان تحلوي بوجوه الناس كلها المبتعرفة صحيح هيدا زاهي صحيح أنا بشكريكو أهلا وسهلا فيك كمان مرة عوابساش الفان شكراً شكراً شكراً